اشتركوا في القناة الآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس هذا هو التشكيل المتوقع للمغرب أمام السعودية استقر الحسين عموتا مدرب منتخب المغرب على التشكيل الذي سيواجه شقيقه السعودي غدا التولتاء في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب ويتصدر المغرب جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 60 نقاط بعد فوز على فلسطين والأردن بأربعة أداف لسفر لكل منهما ويبحث الأصد عن الفوز على السعودية رغم ضمان التأهل لربع نهائي من أجل الحصول على العلامة الكاملة 9 نقاط وحسب موقع كورا فإن عموتا سيحتفظ ببضربانون أساسيا وسيلعب بجواره أشرف داري بعدما أشرك أمام فلسطين مروان سعدان وسوفيان البفتيني في مباراة قطر ويتوقع أن يخوض المغرب اللقاء بالتشكيل التالي في حراسة المرمى عبد العالي المحمدي في خط الدفاع محمد الشيبي حمز المساوي أشرف داري بدربانون في خط الوسط يحيى جبران أيمن الحسوني محمد علي بمعمر في خط الهجوم سوفيان رحيمي محمد فوزير وليد أزارو عجل الفيفا تفاجئ عن موت ولاعب المنتخب المغربي بهذا القرار رخص الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى كريم البركاوي بالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي للمشاركة في مباراة منافسة كأس العرب بعد إصابته بارتجاج في المخ خلال مباراة فلسطين لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات المسابقة وكانت اللجنة الطبية للاتحاد الدولي لكرة القدم تستتبع عن كتب الوضعية الصحية لكريم البركاوي لاعب المنتخب الوطني الرديف حيث حرست على التواصل المستمر مع طبيب المنتخب لتتبع الحالة الصحية لللاعب الصابق لحسنية أغادير إذ أبدت الفيفا تخوفها من المضاعفات الناجمة عن مثل هذه الإصابات وفي نفس السياق كشف الحسين أموت مدرب المنتخب الوطني في اللقاء الصحفي الذي انعقد يوم الاثنين بالمركز الإعلامي الرئيسي كشف أن كريم البركاوي تلقى ترخيصا من الطاقم الطبي من أجل المشاركة في المباريات بعدما أنهى البروتوكول العلاجي الذي خضع له إطر تعرضه لارتجاجين في الموخة في مباراة فلسطين وأضف أن المهاجم السابق لحسنية أغادير سيكون حاضرا في كرسي البدلاء وقد يشارك أساسيا أمام السعودية يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي يواجه نظيره السعودية ومغادينة لتاء في ثالث مباريات دور المجموعات بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال على أرضية ملعب التمام مروان سعدان نناقش مباراة بأخرى وقوتنا في انسجامنا وتطبيقنا للتعليمات حرفيا أكد الدولي المغربي مروان سعدان مدافع نادي الفتح السعودي لكرة القدم والمنتخب الوطني الرديف أن العناصر الوطنية تناقش المباريات واحدة بأخرى خلال منافسة كأس العرب المقام حاليا بدولة قطر وقال سعدان خلال ندوت الصحفية التي تسبق مواجهة المغرب السعودية لحساب الجولة الثالثة من منافسة دور المجموعات أولا أود أن أشكر الجماهر المغربية على الدعم والمؤذرة وأكيد سنحقق المبتغى وأضاف المتحدث نفسه نناقش المباريات واحدة بأخرى نلعب بدون ضغط وقوتنا في انسجامنا وتطبيقنا للتعليمات المدرب الحسين عموت حرفيا ويستعد المنتخب الوطني المغربي لمواجهة نظره السعودي ومغادين التلتاء ضمن منافسة الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس العرب يشار إلى أن أبناء الإطار الوطني الحسين عموت قد حسموا تأهلهم إلى الدور المقبل بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من فلسطين والأردن وبذلك التربع على عرص صدارة المجموعة بالست نقاط عموت ترشيح الأصود للتشويز السابق لأوانه أتوقع ردة فعل من السعودية قال الحسين عموت مدرب المنتخب المغربي الرديف إنه سيعتمد على تدوير اللاعبين بعد المشهود البدني الكبير الذي قدمت المجموعة خلال المباراتين أمام المنتخبين الفلسطيني والأردني وقال بعد المجهود المقدم في مباراته الجولتين الأولى والثانية من المجموعة كأس العرب أكيد أننا نفكر في تدوير اللاعبين وإشراك عناصر جديدة وأفد عموت خلال لندوت الصعفية التي عقدت صباح اليوم بأنه طالما عمد إلى إشراك خمس بودلاء في المباراتين الماضيتين لتزويدهم بالروح التنافسية وليكون جميعهم جاهزين للمباريات المقبلة وجدد الإطار الوطني تأكده على أن هدف المنتخب المغربي من المشاركة العربية هو بلوغ المباراة النهائية مرضفاً هذه فرصة تاريخية لنا نظراً لقيمة البطولة والاهتمام الإعلامي الذي تحضى به فضلاً عن الظروف الجيدة والمحفزة المتوفرة لنا مضيفاً ترشيح المنتخب المغربي للتتويس سابق لأوانه الأهم بالنسبة لنا أن نحضر لكل مباراة على حدق وحول إمكانية تصرب التقى الزائدة إلى اللاعبين بعد الفوزين العريضين في المباراة أمام المنتخب الفلسطيني والأردني بدأ عموت مطمئناً حيث أكد أن فوز لاعبه بمباراة في الجولتين الأولى والثانية هو أمر عادي جداً مقارنة بطموح المجموعة وأجاب حول سؤال متعلق بالخوف على مرمى الأصد أمام خصم من حجم أكبر وقال أنا غير متفق من الأسباب التي تبعد الخطور عن المنتخب المغربي هو توفره على وسط ودفاع قويين وأكد عموت أنه يركز كثيراً على طريقة لعب الفريق المغربي وفي مقابل ذلك يتابع شرائط مباراة الخصومة مردفان أتوقع ردة فعلي من المنتخب السعودي أمامنا في مباراة الغد لذا علينا أن نكون جاهزين وأثنى عموت على الأجواء العامة وسط المجموعة الوطنية والبعثة المغربية في قطر كما نوها بدعم الجمهور المغربي قائلاً المشاركة القيمة ليست رهينة فقط بالمستطيل الأخضر بل كذلك بالجماهير التي تؤتت الملعب ونحن نشكر الجماهير المغربية على دعمها الكبير لنا القضاء يصدر حكماً صادماً في حق ميسي بعد أيام من تتوجهه بالكرة الذهبية أصدر القضاء الإسباني قراراً قاسياً في حق النجم الأرجونتيني ليونيل ميسي بعد أسبوع من تتوجهه بالكرة الذهبية ووفقاً لصحفة دصم البريطانية فقد أمر القضاء الكتالوني بهدم فندق ميمستيج من فئة أربع نجوم في برشلونة والذي تعود ملكيته لميسي ووفق أمر الهدم فإن الفندق الذي اشتره النجم الأرجونتيني في عام 2017 مقابل 26 مليون جنيه إسترليني لا يفي بالمعاير الخاصة بالمدينة الإسبانية ومن بين المخالفات المسجلة على الفندق حجم الشرفات الكبيرة جداً فضلاً عن عدم تلبية منضومة الحرائق والطوارئ لمتطلبات السلطات الإسبانية ويقع الفندق قرب المنزل الذي كان يقيم فيه ميسي قبل انتقاله مع برشلونة لباريس جرمان في غش الماضي ويضم الفندق 77 غرفة نوم وتكلف الإقامة لليلة واحدة في الغرفة العادية حوالي 105 جنيه إسترليني خلال موسم الدرو وأشارت صحيفة الكونفيدانسيال إلى أن أمر المحكمة بهدم فندق ميسي لا يزال معلقاً هذا هو التشكيل المتوقع للمغرب أمام السعودية عاجل الفيفا تفاجئ عن موت ولاعب المنتخب المغربي بهذا القرار مروان سعدان نناقش مباراة بأخرى وقوتنا في انسجامنا وتطبيقنا للتعليمات حرفياً